اشتركوا في القناة عشان هيك مساء يوم الثلاثاء القمر اليوم من الآن بغاية مغرب الغد بظل موجود في نفس البرج اللي هو في برج الميزان عشان هيك الآن القمر موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واربع وثلاثين دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا بالنسبة للزوايا البطيئة المتشكلة في عنا أول زاوية ولكن قبل ما نحكي عن الزوايا بدي أنبه لنقطة واحدة أنه الزوايا أهم يعني بأهمية أو أكثر أهمية من التوقعات اليومية لأنه الزوايا هاي اللي بتحكي من أحداث لما بتتشكل بتنطبق على الأبراج يعني خذ أنت الزاوية وتأثيراتها وضيفها لبرجك تجد أنه هذا الشيء اللي بيصير معاك عشان هيك اللي بيستثنوا الزوايا وروحوا بيسمعوا الأبراج بيقولوا مش كل إشي بيزبط معنا مش كل إشي بيصير معنا لأنه هو ما أخذ المعلومة بالكامل عشان أنا أختصر من الحلقة وما ظني أعيد في نفس الكلام عشان هيك أنا بذكر الزوايا ولا بإمكاني أخذ نفسها نفس الزاوية هاي وحطها في البرج في كل برج أذكرها إنه كويس إلى العواطف مش كويس إلى المشاكل مش الناس بيستغلوك ناس مش عارف إيش بدي أظن أني أعيدها على كل الأبراج فلما بحكي الزاوية بتعرفوا شو السبب اللي صار هذا الإشي يعني للتعليم ومنه إنه بختصر أنا مدة الحلقة أكثر طيب بالنسبة للزوايا البطيئة عندنا أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية وطبعا اليوم آخر يوم لتأثيراتها وهي بين الزهرة وبين بلوتو تأثيراتها زي ما حكينا اليوم 27 هو آخر يوم لإلها بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث إنها بتتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وبرضو اليوم آخر يوم لإلها وهاي بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية ما بين الشمس وبين المشتري وطبعا هاي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 39 هاي الزاوية بتحكينا إنه ما نعتمد على الحضوض نهائيا بالفترة هاي على مجهودنا الشخصي والاستعداد الجيد والتحضير الجيد قبل البدء بأي شيء لأنها بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي الزاوية حكينا إنه تأثيراتها لغاية يوم 14 بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة طبعا في زاوية اليوم ذروتها ولكن هاي من اللي منذكرها كل يوم طالما إنه هي مش ذروتها زاوية تربيع سلبية بين زحل وبين أورانوس وحكينا إنه هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية عندنا زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة 2.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتستمر لغاية ساعات العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكاسب مالية ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي ذروتها ساعة 3.44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش برضو تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة هي والزاوية اللي قبلها لغاية ساعات العصر فمنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما بين عطارد وما بين بلوتو واليوم ذروتها طبعا هاي من يوم 25 تسعة متشكلة ورح تظل مستمرة لغاية يوم تقريبا يعني تسعة عشرة فاليوم ذروتها ساعة 3.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي بتزيد من حد الذهننا وحدثنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة ما قبل خلوة المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا رح تكون ذروتها ساعة 24 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل تقريبا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة يعني بمعنى آخر أنه خلوة المسار رح يبدأ بعد بث حلقة الغد يعني هذا التوقيت رح يكون بعد حلقة الغد بساعتين وعشرين دقيقة ولكن لازم أذكره لأنه ممكن الناس ما تحضر حلقة الغد يكون عندهم معلومة على هذا الأمر أو عندهم مواعيد عساس أنه ما يلتزموا ويأجلوها خلوة المسار رح يبدأ الساعة أربعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش من عصر اليوم الثلاثاء ورح يستمر هذا الخلو لغاية الساعة 11 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعديها في برج العقرب هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات المساء بتصير منصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا بالفترة هاي إما عمل تأمين أو تجديد تأمين أو مراجعة شركات التأمين اللي هي من ساعات المساء وأنا بفضل اليوم الأربع يكون أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو بيع شراء استئجار بيت جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضو للنمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزايد الدودية طبعا هدولة من الآن ولغاية مغرب الغد يعني غروب شمس الغد اللي هي لغاية ساعات المساء أو لغاية حلقة الغد عشان ما أخربتكم أكثر بتكون هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية من بعد حلقة الغد بيصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية والمبيض البروستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن دون اللي ذكرناهم في البداية اللي هم الكلا والحالب والمثانة والأوردة وعمليات التجميل اللي لها علاقة بالجلد أو إزالة الشعر البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر الزائد الدودية هذولا ما بننصح العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية إلا التجميل يعني أنا بنصح الكل عمليات التجميل تؤجل لبعد خمسة عشرة بيكون أفضل للجميع أما من ساعات ما بعد غروب الشمس طبعا الأعضاء التناسلية كاملة هي هاي اللي بتكون ديروا بالكوا عليها وفي نفس اللحظة بتكون أكثر حساسية اللي بيعانوا من التهابات مسالك بولية بيكثروا من شرب المياه خلال هذا اليوم وخلال الأيام القادمة بالنسبة لعمليات التجميل زي ما حكينا ما بننصح فيها إلا بعد خمسة عشرة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ خلال هذا اليوم يعني حتى الصبغ ما بنصح فيه الحنة ممكن يصلح لقص الشعر العلاجي برضو هذا اليوم بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تسعة وعشرين تسعة ببدأ في تمام الساعة تسعة وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبعدين بده يستمر لغاية اليوم التالي اللي هو لغاية صباح يوم الجمعة ثلاثين تسعة يعني لغاية الساعة أربعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لبرج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا لجديد عمره يومين في تمام الساعة خمس وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره ثلاثة أيام نسبة الإضاءة بتصير سبعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر سعيد سبعين في المية اليوم القمر في الميزان وبده ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب لغاية يوم ثلاثين تسعة سعيد الآن هو بنسبة سبعين في المية ولكن في ساعات المساء اللي هي عند فترة خلو المسار بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم اثنين عشرة طبعا هو منتحس بنسبة خمسين في المية الآن ولكن في ساعات الصباح بتنزل نسبة النحوسة لغاية خمس وعشرين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانس في الثاور بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع ادناش منتحس بنسبة خمستاش في المية وبلوتو في الجديد يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا ما زال قمر موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء فعشان هيك بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حذروا من الخلافات حاولوا أنكم ما ضخم الأمور شوي بظل هيك الحساسيتكم الزيادة خلال هذا اليوم كمان في نوع من أنواع التوتر أو القلق حذروا من إثارة العدائية أو البلبلة لأنه مزاجكم متقلب عندكم نوع من أنواع العصبية وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الأشخاص اللي بيتعاملوا معك أما في ساعات المساء طبعا لما القمر ينتقل ويصير في برج العقرب هيك بتحرك درجة فهونا بصير التركيز على الأمور المالية المشتركة وبتتحسن الأجواء نسبيا برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا زي ما حكينا يوم أمس هو التركيز على العمل وعالصحة لأنه القمر في مراحل المقابلة الآن ولكن اليوم طاقتكم شوي ممكن تكون أقل من اليوم الماضي بدكوا تنتبهوا لصحتكم تنتبهوا لأعمالكم كونوا منظمين احسنوا إدارة عملكم ووقتكم حذروا من الجدال مع المعاونين أو مع زملائكم بالعمل أو ما تحاولوا تفرضوا سلطتكم عليهم برضو ما تهملوا صحتكم ما تأجلوا ما تناطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية مش معناه أنه لا تهملوا صحتكم معناه أن كل موليد برج الثور رح يمرضوا لا هي نسبة من موليد برج الثور ممكن يشعروا بالتعب أو يكون عندهم مراجعات طبية أما في ساعات المساء فهنا القمر بصير مقابلكم تماما بصير الفترة هاي جيدة على مستوى تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن بيتكون طاقتكم يعني نازل كثير فعشان هيك ممكن تشعروا أنه الأمور بلشت تتعقد أو تطرأ بعض البلبلة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الأجواء العاطفية بتظلها سيطر عليكم خلال هذا اليوم وأكثر من يوم أمس بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم ولكن ما تفرضوا سلطتكم عليهم أو تتحكموا فيهم أو في قراراتهم طبعا التأثيرات إيجابية خلال هذا اليوم تشعروا بالأمان والارتياح بتغمرك العواطف الجياشة من تجاري وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك هاي الفترة الحضوض بتدعمك شوي ولكن لا تعتمد عليها بشكل كامل لأنه حكينا في زاوي مع المشتري بتبدد الحضوض فما تعتمدوا على الحضوض في خلال هذا اليوم طبعا من ساعات المساء بتجدوا أن العمل بدأ يتراكم عندكم لأنه القمر بدي ينتقل للبيت السادس فبرقز على العمل وعصحها عشان هيك انتبهوا لأعمالكم وانتبهوا لصحتكم من ساعات المساء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية خلال اليوم برضو التركيز كله على العائلة ولكن أهم شيء يعني ممكن يقلقك شائن عائلة معين وبرضو ما تحاول تفرض سلطتك أو يعني تتعامل بسلبية مع أفراد العائلة بدأك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك تفهم الآخرين ابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع لممكن تشكيم يعني تأخير ببعض المعاملات أو الالتزامات أو بعض الأعطال المنزلية في ساعات المساء الأجواء بتتغير نسبيا وبتصير الأمور أفضل لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاءات بشكل كبير يعني الأجواء بتصير ممتازة وهذا بيتقوي لإلكم من ساعة المساء بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط بيظل عالي جدا على مستوى الاتصالات والحركة والحوارات وبتنشطوا بالسفريات القصيرة عندكم قدرة عالية جدا على الإقناع والحضوض أيضا دعم لإلكم أهم شيء تتكلموا بهدوء وتوضحوا وجهة نظركم بشكل جيد تفادي لأي التباس محتمل هذه فترة ممتازة جدا خصوصا للأشخاص اللي عندهم امتحانات ولكن بدهم يدرسوا يستعدوا ما يعتمدوا على الحضوض برضو ممتازة للمفاوضات أنت اليوم جريء والأمور مثمرة بالنسبة لإلك طبعا هذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات المساء في ساعات المساء انتبهوا أكثر أثناء قيادة السيارة وبرضو ممكن يصير بعض الأعطال أو بعض العصبية عندك في ساعات المساء تركيز كله بصير العلاقة على البيت والعائلة فبتفضلوا البيت أكثر بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تهتم لأشؤون عقارية تصليحات ترتيبات ترميمات أشياء من هذا القبيل برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التركيز كله على الشؤون المالية لغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم خلال هذا اليوم ممكن يحتاج أحد الأحبة لدعم مالي أو معنوي حاولوا أن تنظموا أقصادكم ديونكم ما تستخفوا بالفواتير الصغيرة حاذروا من المصاريف وخصوصا المصاريف اللي بتيجي إلها علاقة بالبيت والعائلة والمصاريف الاستشفائية طبعا بضل جو بيفتح لك بعض المجالات للمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن في ساعات المساء الأجواء بتتغير تماما بالإصالحك فبتنشطه في التنقلات والحوارات وبصير عندك طاقة عالية جدا مقدرة على الإقناع ممتاز ولدرجة أنه رح تصير كثيف الاتصالات عليك أو أنت رح تجري اتصالات كثيرة وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أوجر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الآن موجود عندكم بقوة فعشان هيك الأجواء أحسن طاقتكم أحسن ممكن اليوم تجدوا حلول لما شاكلكم بتكون مقدام وبتنطلق من جديد في تصحيح الأخطاء وبتتغير نظرتك للحياة يعني ممكن تحضر لتغيير نمط معين في حياتك أو أسلوبك الأجواء جيدة وانت متفائل شوي وطاقتك إيجابية أكثر من الأيام الماضية طبعا في ساعات المساء الأجواء رح تتغير وتتصير على الأمور المالية أكثر فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم وممكن يتحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم وهذا الشيء رح يحسن الوضع أو ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالفواتير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم خلال هذا اليوم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب في الميزان لغاية ساعات المساء مساء يوم الثلاثاء فممكن تجد نفسك خلال هذا اليوم في مواقف صعبة فبدك تكون حذر وحكيم حذر الكلام السيء حذر من تراجع الصحي إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك هاي فترة فيها نوع من أنواع الفشل أو ممكن يوحد أو شخص يوعدك بشيء ويفشلك ويخيب آمالك فما تعتمد كثير على الحضود اللي رح تقطع إليك خلال هذا اليوم في ساعات المساء طبعا الأجواء رح تتغير تماما وتصير لصالحك لأن القمر رح يوصل لعندك فبتستعيد حماستك وصحتك بتتحسن أكثر بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك يعني النساء بالنجاح بتصير عالي جدا وتصير الطاقة ممتازة جدا برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اليوم بتلتقوا الأصدقاء برضو ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاءهم ولكن بتشعر أن شوي في بعض الأمور صارت تعاكسك أو بلشت طاقتك تنزل شوي ممكن اليوم تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من بعض الحوادث أو بعض موليد برج القوس ينتبهوا أثناء قيادتهم للسيارة أو أثناء عملهم في البيت أو أثناء حركتكم في ساعات المساء القمر رح ينتقل لبرج العقرب اللي هو بيت متاعبكم فبدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على العقد ما تبدأوا عملي جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ ما رح تكون لصالحك فعشان هيك حاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء مش يعني اعمل الأشياء الروتينية بدون ما تبادر بشي جديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بشكل كبير عندكم وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة ممتازة جدا بتدعمكم ورح تتلقى اليوم إشارة إيجابية فيها أمل لشيء قادم أو فيها خبر سار يعني بعالج مشكلة أنت بتعاني منها أو حل موضوع معين هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد أيام كانت عاصفة بكثير من الأمور إن كانت صحية أو نفسية يعني أثرت عليك بشكل سلبي في ساعات المساء طبعا بتلتقوا الأصدقاء وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وأهم شيء أنكم رح تنشطوا بالوضع الاجتماعي أو علاقاتكم الاجتماعية ما بين المعارف والأصدقاء استغلوها لأنه ممكن من خلالها يجيك باب من أبواب الفرج برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كمان اليوم الحوارات والنقاشات الأجواء الداعمة بشكل كبير حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسألة مالية أو إيشي إلو علاقة بالوضع الصحي أو العائلة طبعا الأمور السفر والامتحانات الجامعية والتواصل الخارجي والتعامل مع الأجانب هو أكثر إشي رح يكون امركز ممكن تهتم ببعض الأمور التمولية أو المالية أهم إشي إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة وما تتخذ قرارات حاسمة وخصوصا في ساعات المساء من ساعات المساء طبعا الأجواء تتغير نسبيا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم لأنه رح ينتقل القمر لبيت السمعة فما فيه داعي للمجازفات والمغامرات من ساعات المساء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية خلال هذا اليوم أهم شي إن كنت تتحاضروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان اضبط أعصابك مهما كانت الأمور بتستفزك ممكن تواجه خصم شرس خلال هذا اليوم أو تشتد المنافسة بينكم ولكن هي الأجواء بتتركز على الوضع المالي والفواتير والمكاسب المالية ومور إلها علاقة بالقروض والديون وممكن تهتم بشيء إلك مؤتما عند أشخاص أو أنت مقرض للأشخاص أو مداين للأشخاص اليوم رح تطالب فيه في ساعات المساء الأجواء بتتغير بشكل أقوى بتنشغله في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتصير هذه فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان حاولوا أنكم تبدأوا عمل أو دراسة جديدة في خلال ساعات المساء لغاية ما ينتهي خلو المسار ولكن الأجواء رح تكون ممتازة على مستوى التعامل مع الأجانب والاتصالات ورح تتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك ممكن تناقش مواضيع اليوم كان صعب تناقشها في الأيام الماضية رح تناقش بقوة وذكاء وخصوصا لما القمر يستقر وينتهي قلو المسار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء